يا زحراء يا زحراء يا زحراء إذا ما ذهبنا إلى الكافي الشريف دار التعارف للمطبوعات وهذا هو الجزء الثالث إذا ما ذهبنا إلى صفحة أربعمية و أربعة وثمانين عن عيسى بن هشام عن سالم عن أبي جعفر قال جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين مسجد الأشعث و مسجد جرير و مسجد سماك و مسجد شبث بن ربعي باعتبار أن الشبث كان من فقهاء الكوفة وهؤلاء البقية من الشخصيات المشايخ وهناك مساجد أخرى أيضا لا أريد التفصيل كثيرا لكنني أردت أن آتيكم بمثال من أحاديث أهل البيت التي تحدثت و فصلت في هذا المطلب و يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا الطريق الأعظم يعني طريق الرئيس الطريق الأساس و يهدم كل مسجد على الطريق و يسد كل كوة إلى الطريق و كل جناح و كنيف كنيف يعني بالوع و ميزاب إلى الطريق باعتبار أن هذه الأمور أمور خاصة يجب على أصحابها أن يتحملوا أضرارها أما الطريق فهو ملك للجميع فلماذا يتحمل الجميع الأضرار الخاصة بكل شخصا على أي حال ليس الحديث الآن عن هذه القضية إلى أن تقول الرواية فالرواية فيها تفاصيل كثيرة و لا يوجد مجال لشرحها إلى أن تقول الرواية ثم لا يلبث إلا قليلا يعني بعد كل هذه الإجراءات و التغييرات و التنظيمات حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة عشرة آلاف شعارهم يا عثمان يا عثمان إما المراد من عثمان هنا عثمان بن عفان و إما المراد من عثمان هنا عثمان بن عمبسة السفياني اسم السفياني هذه مارقة الموالي ليس قليلين عشرة آلاف برميلة الدسكرة حقيقة هذه المنطقة أنا لا أعرفها أين تقع بالشكل الواضح لأنني ما عثرت في الكتب و في المعاجم لس في هذا اليوم و إنما عبر سنين طويلة ما عثرت على منطقة بهذه التسمية هناك مناطق عديدة في البلاد العربية و في العراق رملة و رميلة توجد مناطق عديدة و توجد أيضا في العراق أكثر من منطقة في التاريخ ذكرت باسم الدسكرة هنا قرية كبيرة تقع إلى غرب بغداد كانت موجودة ولا أدري هل بقيت آثارها إلى الآن أو لا كانت تسمى بالدسكرة و هناك قرية أيضا كبيرة تقع إلى شرق بغداد من خلال القرائن من خلال هذه الرواية و الروايات الأخرى التي تحدثت عن المارقة التي تمرق على الإمام أعتقد أن هذه المنطقة موجودة في محافظة ديالة في العراق و أعتقد أنها قريبة من المنطقة التي تسمى حاليا بشهربان تسمية الأصلية لها شرها بان حين جاء أمير المؤمنين إلى هذه البقاع في واقعة الخوارج فحدث حدث فقال هذه أرض شرها بان بمرور الوقت إما للتخفيف أو لتضييع التسمية فتعرف الآن بشهربان المقدادية نفس هذه المناطق يبدو من خلال القرائن أن المراد من رميلة الدسكرة هي هذه المنطقة فهذه المنطقة كانت قديما تسمى بدسكرة الملك و الدسكرة أساسا الكلمة ليست عربية يمكن أن تقال في زماننا هذا منتجع ملكي منتجع ملكي كان يسمى في الأزمنة القديمة بالدسكرة فكان هنا في هذه المنطقة كان هنا منتجع ملكي لملوك الأكاسرة وهذه المنطقة معروفة منطقة معروفة بطيب الهواء وبكثرة الماء وبكثرة الأشجار والفواكه والرياحين بعدها هناك منطقة إلى الآن تسمى خرنابات سماها أمير المؤمنين بخير نبات بمرور الوقت تحولت إلى خرنابات خرنابات منطقة سماها أمير المؤمنين في مسيره وفي أثناء حربه ومجيئه إلى هذه المنطقة لقمع الخوارج وحتى هذه التسمية مارقة الموالي المارقون هم الخوارج ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين لكن ليس المراد عن هؤلاء المارقة مارقة من نفس المجموعة التي مرقت في النهروان مثل ما هناك مرجئة هناك واقفة في الشيعة هناك نواصب ربما هذه مارقة الشيعة خصوصاً والتعبير مارقة الموالي والموالي هم الفرس في الغالب تستعمل هذه اللفظة في الفرس والفرس شيعة مارقة الموالي لا أدري إذا كان هذا التوجيه صحيحاً أو لا كل هذا احتمالات لا توجد عندنا صورة واضحة صريحة على أي حال هدفي من قراءة الرواية ليس هو هذا المطلب فيدعو رجلاً من الموالي فيقلده سيفه الإمام يقلد هذا الرجل من الموالي يقلده سيفه إما المراد أن الإمام يقلده سيفه الخاص وإما المراد يقلده سيفه السيف الخاص بهذا القائد لأن الروايات تتحدث عن سيوف القادة النخبة هذه السيوف تختلف عن بقية السيوف وعلى كل سيف كلمة وكل كلمة تفتح ألف كلمة وأسماؤهم مسجلة على هذه السيوف أنا لا أستطيع التفصيل كما قلت في كل هذه المطالب لكن الشرح مجمل إذا لم تتضح الصورة فاعذروني لأن البرنامج لم يكن مخصصاً لتفصيل كل هذه المطالب فيدعو رجلاً من الموالي فيقلده سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبطي منهم أحد ثم يتوجه الإمام إلى كابل شاه وهي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره فيفتحها هل المراد كابل في أفغانستان أو منطقة أخرى يبدو المراد منطقة أخرى ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون دارة كل الرواية أنا جئت بها كي أصل إلى هذه العبارة ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب يبهرج ماذا تعني يبهرج أنه يبيح دماءه تلاحظون الرقم كم هو هذا بعد كل هذه التفاصيل يعود إلى الكوفة ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب هذه القبائل إن لم تكن شعية أكثرها شعية حديث عن الكوفة ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون دارة ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب والقبائل الشعية هي مختلطة بالقبائل الغير الشعية قطعا في هذه القبائل قبائل الشعية هناك رواية يوردها الشيخ الطوسي عن موسى الأبار عن إمامنا الصادق اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لا يخرج مع القائم منهم واحد الرواية بحاجة أيضا إلى شرح ولكن الرواية مضمونها المجمل يتفق مع مضمون هذه الرواية التي قرأتها عليكم أنه بعد أن يعود إلى الكوفة يبهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب يبهرج يبيح دماؤهم لماذا؟ لأنهم مرتدون قبائل مرتدة كيف ارتدت هذه القبائل باتباعها لفقهاء السوء لأن هذه القبائل أهواؤها ومذاقها مع المذاق السفياني ترجمة نانسي قنقر